ناس كتيرة بتسألني وتقول لي هل سيجدد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك؟ طبعا خرجت أنباء من نادي الزمالك ومنها من قناة نادي الزمالك وخلال الغندور أنه أشرف بن شرقي بيتهرب من التجديد مش عاوز يجدد مشترط أن يكون في عقده شرط جزائي أوليل جداً تحديداً 500 ألف دولار يعني مش هيكمله 6-7 مليون جنيه طالب رقم كبير جداً وياخده باليورو مش عاوز درايب يتفحق شرط تعجيزية جعلت الزمالك حتى الآن يرفع الرايا البيضاء فيما يخص التجديد للدولي المغربي أشرف بن شرقي حدا في نادي الزمالك في الموسم الماضي طيب ليه؟ هتقول لي أنت بتقول كلام إحنا عارفينه يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده إحنا عارفينه الجديد اللي أنت هتقوله هنا وهتخلينا نتفرج على الفيديو بتاعك أنا هقول لك معلومة أول مرة تسمحها عن موضوع أشرف بن شرقي أولاً أشرف بن شرقي سيجدد للزمالك ثاني أشرف بن شرقي سيجدد للزمالك معلومة عقم 2 أشرف بن شرقي لن يجدد للزمالك في وجود مجلس حسين لبيض ثاني أشرف بن شرقي لن يجدد للزمالك في وجود مجلس حسين لبيض أشرف بن شرقي سيجدد للزمالك فور انتهاء انتخابات نوفمبر وفوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك الله إيه اللي أنت بتقوله ده هقول لك من الآخر أشرف بن شرقي سيكون الهدية الأولى من مرتضى منصور ومجلسه القادم لجماهير القرعة البيضاء هدية ترسيخ الأعدى على الكرسي بتاع نادي الزمالك أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي متفق تماما مع أمير مرتضى منصور الذي سيترشح هو الآخر في اتخابات نادي الزمالك وسيفوز مع والده شوف ما أجب لكم الآخر ما أجب لكم الآخر تفهم مع أمير مرتضى منصور انه هيجدد للزمالك بعد عودتهم من نادي الزمالك ليه؟ أولا مرتضى منصور هيقدر يجيب لأشرف بن شرقي أعلانات هداية تخليه بونس على العقد على الكنتراتو اللي هيمضي معنات الزمالك مرتضى منصور هيبدل أشرف بن شرقي القيمة المالية اللي هو عاوزها بالطريقة اللي هو عاوزها مرتضى منصور هيخلي بن شرقي كل طلباته مجابة طب هو مرتضى منصور هيمضي الأشرف بن شرقي على شرطر 500 ألف دولار شرط جزائي دي حجة من أشرف بن شرقي عشان ما يمضيش في وجود مجلس حسين لبيب طب هو ايه مشكلة أشرف بن شرقي مع مجلس حسين لبيب؟ لا مشكلة على الإطلاق ولكن أشرف بن شرقي عارف ان في حال ان اي حد تاني هيجي نادي الزمالك غير مرتضى منصور مش هيقبل بأرقامه فهو قال لك لا استنى اشوف مرتضى منصور اللي جابني أول مرة واللي وافق على العرقائي مرة قبل كده هو اللي وافق على العرقائي مرة تاني ولكن للك كمان مفيேش فلوس في النari الزمالك كمقدم تعاقد قوي لأشرف بن شرقي يعني سيبك من كل اللي بيتقال ولكن مفيش فلوس كمقدم تعاقد لأشرف بن شرقي فأشرف بن شرقي مش عاوز يستنى مش عاوز يمضي فهو عهد مثل اللبيب و suffered and Alzheimer's fan yaka cuando Seeing Unf marketplace فعهد الرئيس الجاي بقى ما appoint safety للنادي الزمالك هو عاوز يمضي وييقابل يمضي ويقبط يمضي ويقبط يمضي ويقابل الناس الحلوة اخدها فمن الاخر كده اشرف بن شارع هيجادة للزمالك اشرف بن شارع هيجادة للزمالك في عهد مصودة منصور الذي هو الاقرب للفوز وانتخابات للزمالك دي معرقة بنا جدا انا احكيها لكم في فيديو باعتبار الرجل من اعضاء الجماعية العمومية اللي هم حق التصويت وفاهم الدنيا ماشي ازاي طيب هل هناك عرض لا اشرف بن شارع من النادي الاهلي سمعنا وفقا لأحد المواقع الاجنبية ان تم عرض اشرف بن شارع على النادي الاهلي ونادي الاهلي رافض عشان الاتفاق المبرم مع وزارة الشابوردة بعدا مضم أصابات النادي الزمالك بس الاتفاق دات記ا الاتفاق دات記ا والاهلي قد مضرب السلما منادي الزمالك اجستي الاهل لا يريد اشرف بن شارع الاهلي مختفي بالله عنده حتى الان مش هيقدر يستغنى عن أكثر من كده ومش هيقدر يدفع لبن شارئ الأرقام اللي هو طالبها بدليل إنه ما دفعش العالي معلول الأرقام الكبيرة لأهلي عنده سقف ميزانية وهو ملتزم جدا بيه وده سبب نجاح الناجي لأهلي إنه ما فيش تفاوك كبير بين الرواتب فالأهلي مش هيقدر يدفع لبن شارئ أرقامه إلا من خلال عروض إعلانية خارج الأهلي وليلة كبيرة جدا طيب هل بن شارئ تم عرضه أو تم وجود عروض ليه من الإمارات؟ بن شارئ كان في الإمارات وتردد أن نادي أماراتي عين والواحدة طلبه التفاوض معاه وكمان تردد أن نادي الدوحيل القطري طلب التفاوض معاه بس مدرب الدوحيل القطري ألا كان مش عاوز أشرف بن شارئ صراحة مش عاوز أشرف بن شارئ ونادي العين والواحدة ما تكلموش أشرف بن شارئ كان ليه تجربة مع العلال ونجاح أشرف بن شارئ في أي فريق مرتبط بحاجة قالها وهي إن الفريق يلعب من أجل أشرف أشرف بن شارقي ما معرفش أن تصاهر مع مجموعه ويخدم على غيره أشرف بن شارقي عاوز يجيله عشر كور عشان يقدر يعمل هو كده إن هو اللاعب المحور الاهتمام هو ده نفس ونفس ستايل شيكابالا شيكابالا لما لعبه منتخب مصر ما ببرص ليه لإن شيكابالا حاس إن هو لاعب عادي فكورة بتجيله وقت ما تجيله فاهمني مرة مرتين تلاتة اربعة ما بيديش لا هو أشرف بن شارقي عاوز كورة جيله كتير عاوز يلعب فردي كتير وده ما بتوفرش في أندية الخليجي اللي تلعب كورة جماعية فعشان كده يمكن ما نجحش مع الهدل قوي ونجح مع الزمالك جدا لإن الزمالك بيلعب طول عمره بمنطق النجم الأوحد أو اللي هو بيتمرر له كل الكورات فأشرف بن شارقي عاوز يستمر في الزمالك أشرف بن شارقي اتفق على استمرار في الزمالك أشرف بن شرقي سيستمر مع الزمالك في حال فوز مجلس مرتضة منصور ولن يجدد للزمالك في حال استمرار حسين لبيب لأنه خايف من اللجاهة المؤقتة وعدم قدرتها على تحمل قيمة عقده ومش عاوز يعمل زي أي فرجاني ساسي يقول لك أنا أفسخ عادي ومش عاوز يعمل زي الحمد النقز يقول لك أنا أفسخ عادي إلا عاوز حتى لو يمشي من الزمالك يمشي باحترام إذن في حال عدم فوز مرتضة منصور وحالة عدم القبول بأرقام أشرف بن شرقي الاتجاه العام هو الاستغناء عن أشرف بن شرقي في يناير بيعه في يناير وده مش هيتم يعني أقول لكم يعني لو مش يستفادوا من أشرف بن شرقي فهيبيعوه في يناير وطبعا ده مش هيتم للانتخبات الزمالك في نوفمبر وهيتم حسم الأمور بالكامل وهيتم التجديد لأشرف بن شرقي بتنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس وإحنا ما عندناش أخوار رياضة بس وسألوالي